اشتركوا في القناة مباريات السيد والاستاذ الكبير مالك بنشوف نشوف كيف يلعب مالك الآن ضد تشكيلة الحطاب والمنطاد من الأنعن الحركات يا ناس من الأنعن الحركات في هذه الحياة يا الساتر يا الساتر وهنا تجمع الخسائر صراحة شيء 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 خطأ في خطأ أخطأ كثيرة يا أخي يا أخي أخطأ كثيرة والله مفروض مالك يحط هذا التعبير لأنه عنده هذا التعبير يا ساتر هذا الخصم خلاص جاب التقدم إنسى إنسى يعطيك فرصة عنده دفاعات دفاعات أشكال والوال خاصة ضد الهجمات الأرضية عنده ميني بيكة عنده برج القوملة وشوف كيف الاستهتار على كيف كيفك هنا مفروض تلعب بالكري وتحط التسلا صح كذا هذا المفروض وهذا المطلوب وهذا الواقع وهذا الواقع إنه الدفاع أحمل ما نجح أبدا ما نجح لأنه كان مفروض تلعب صحيق الخفافيش هنا الحركات المالكية العبيضة دائما دائما يتحفنا يفاجئنا بالحركات المجنونة أوقات تنفع أوقات تفشل زي ما شفنا في هذه اللقطات واللحظات وكانت مباراة متهورة فيها تعور فيها أوكي كرة النار ومرة ثانية مالك بيعيد كلامه يقول لازم يلعب صاروخ بتشكيلته بسبة هذه النتائج لكن ما أتوقع أنه هو الحل ما أتوقع ما أتوقع هو الحل أبدا هنا بشوف من سرع المبارات ربع مرات مبارات عجيبة جدا شوف كيف مالك يتهور يتهور جنب البيكة دائما دائما هذا الأسلوب يودك بدهية كبيرة البيكة يعني بطاقة بطاقة ضمان يعني ما تتركها تغامر فيها للنسيان هنا الآن نشوف البيكة الآن نشوف الفالكري الفالكري حلو 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 يا السلام على الفالكري لما تكون بالتوقيت الصح هنا نشوف الفالكري هذا الخصم الشبيه كثير بمالك لكنه لعين هل عن منه كثير في عنده مبنيين تسلا وفرن الفرن اللي حاله حكاية حكاية إزعاج غير طبيعي وعنده الآن البرق يلعنهم القلق يلعنهم القلق يلعنهم القلق يلعنهم القهر والله صراحة قهر والله صراحة قهر والله خصم هو اللي انقهر لأنه نجهز تشكيله خرافية ومع ذلك ما قدر يفوز على مالك إلا بصعوبة لأنه مالك موجود معاه إيش موجود معاه البيكة يعيال ف لذلك أقول لكم البيكة خير بطاقة خير ما استأجرت القويلة مين يا أخي خير بطاقة الدفاع الأرضي بالذات هي البيكة هنا شوف بيكة ضد بيكة هذا الخصم أيضا كان كان لعين كان مرة 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 أي أي تشكيلة فيها الأكسبو القوس بتكون شوف كيف خاصة لما ينعمونها زي كذا دفاعيا بالبداية بعدين نفاجأونك بالخصوم لكن هذا مو بس إكسبو هذا الإكسبو وبيكة ف شيء دابل قلق دابل رعب دابل قروشة هنا هيك عن وجود الإعصار هنا نشوف الاستعجال بلعب السياف ولعب الفالكري أتوقع ما كان الداعي هنا الآن ضر 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 يلعب الخنزير عشان يسبق البيك شوف كيف يسبق القوس وهنا شوف كيف شيء مرعب شيء مرعب جيد جدا كانت لما اللعب البيكة أمام القوس لكن هنا الآن السياف السياف والمسح الشامل يرمي السيف و يروح يروح المسح فات بعيد ف خلص على بورجر يسار وجاب الفوز أخينا مالك هذا الخصم كان 4.8 لكسير ولو أنه يلعب مجمع كسير لكن تبقى والله يقضبط لعب ضد مالك صراحة توقع 4.8 مع مجمع كسير ممكن تضبطها ممكن تكون معقولة جدا ترجع ترجع بطاقة ترجع تشكيل تقابل فيها 4.3 اللي هي أو 4.1 شوكي قدر قدر يعني يقاوم ويرد على مالك مع المالك 4.1 و 4.8 لذلك مجمع كسير ممكن من يخدمك بها الناحية تمنى كون عجبكم فيديو وإلى اللقاء والسلام عليكم اشتركوا في القناة